حياكم الله مشاهدين الكرام عبر الجزيرة مباشر من بلدة قفين قضاء مدينة تول كرم أتى شهر رمضان والمئات من العائلات الفلسطينية يغيب جزءا من الحياة فيها داخل سجون الاحتلال في هذه النافذة نتواجد في منزل أحد عمداء الأسرى الفلسطينيين الأسير عايد محمود خليل من بلدة قفين الذي أمضى قرابة 29 عاما في سجون الاحتلال اعتقل أول مرة عام 89 وأمضى 22 عاما وحرر بعدها في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 ولكن الاحتلال لم يمهله من الحرية طويلا فأعاد اعتقاله مجددا عام 2014 إضافة للعشرات من محرري هذه الصفقة خلال ظروف السجن القاسية وفترات الاعتقال الطويلة تفاقم وضعه الصحي وتراجع وعانى من العديد من المشاكل الصحية تجربة اعتقالية طويلة وكان الأسير عايد من أوائل من أسسوا نواة تنظيم حماس داخل السجون خلال اعتقاله أول مرة يعني الكثير من التفاصيل الحياتية والاعتقالية عاشها هذا الأسير ولا يزال يعيشها الآن في هذه النافذة نتحدث مع أفراد أسرته وأبدأ مع زوجته السيدة مي العزولي أهلا وسهلا فيك سيدة مي يعني فترة اعتقالية طويلة عانى خلالها الأسير عايد من مشاكل صحية كيف تابعت وضعه الصحي وضعينا في صورته الآن شكرا لكم العافية احنا يعني لما سمعنا عن حالته الصحية ما كنا عارفين أي شيء يعني الأسرة في سجون الاحترابة عالم الإهمال الطبية كان عنده سكرة كان عنده ضغط ما كانوا يعني يعني عالجوه يعني الأسير فيه له لازم علاج يعني زيه زي إنسان طبيعي توقع موضوع الصحة أوليش يعني حكونا أنه عنده بدعم الكسرة احنا ما كنا نعرف أي شيء يعني احنا اللي سمعنا عن طريق أهل الأسرة يعني تفاجأتي إنه بدي خضع لعملية قسطرة يعني ما كان عندك خلفي يعني الموضوع مسبقا لا لا ما كان أنا يعني بالمرة تفاجأنا بعديها يعني بعد ثلاث أيام اللي بحكونا إنه ما بدي أعمل قسطرة اللي بدي أعملها قلب مفتوح اه تفاجأنا يعني كان وضعنا يعني صعب يعني قلق خوف على حالي أين تخضع لعملية القلب المفتوح 29-11 يعني من أشهر قليلة وكيف وضع الصحة حاليا الحمد لله رب العالمين بعاني من أوجاع يعني الصدر عنده أوجاع في صدره يعني ما جروح يعني جروح كبير يعني قلب مفتوح نعم طيب بعد ما أجر العملية هل زورته مثلا كنتوا تعرفوا أخباره أول بأول كيف تابعتوا حالته لا ما كنا نزوره يعني حاولنا رحنا على التأهيل رحنا على الصليب حاولنا يعني عن طريقة الارطباط المدني إنه محاولوا يقدمونه تصريح ما رديو كل يعني الحجة إنها الكورونا نعم ما وصلناش أي خبر عنه يعني كل حياتنا كانت قوف قلق يعني 35 يوم إحنا ما نعرف عنه أي خبر إيش يكون نعملها وإيش يكون ما عملها طيب يعني نحكي عن سلمان وأفنان وجنان ثلاث أطفال ثمرت زواج بعد 22 سنة من الاعتقال بعد اعتقال والمرة الأولى تزوجتوا وأنجبتوا ثلاث أطفال يعني وعيوا والدهم في السجن كيف تعرفوا عليه وكم كانت أعمارهم لما تم اعتقاله سلمان لما اعتقلوا كان عمره سنة وسبع شهور جنان كان عمرها عشر شهور أفنان كنت حامل فيها يعني اللي كان شهرين لما كنا نزور أبوهم يعني يرفضوا يعني ما يعرفوا يعني سلمان يعني شوي يعني كان يعني على صور يعني كان واعي شوي يعرفوا الحكي الحكي آه أما جنان لا رفضتوا يعني كان يفوتوا عندها الزيارة يعني نروحوا نروحوا نفس واحد عين هم الأطفال لسن معين أحياناً بيسمحوا أنه يتم إدخالهم عند والدهم أو يعني القرى بدرجة أولى لحتى يشوفهم من غير زجاج يعني كيف كانت تمر هاي التجربة لما أطفالك يدخلوا لثماني سنين هي المرحلة يعني سلمان إلنا سنة تقريباً مش زيرين ما فات عند أبوه يعني ما شافهوش يعني أنا حبيت كنت حابة أنه يصير زيارة يعني صح آخر مرة يعني رح يفوت فيها زيارات بس ما عشان يكسبها عن قرب يعني اللقاء ولكن خلص هلأ سلمان مش مسموح له لأنه عمره تسع سنوات نعم طيب كيف البنات كانوا يتعاملوا مع والدهم لما يدخلوا همي بعمر أصغر كانت جنان ترفض يعني تفوت عند أبوها تمنضيها تعيت أفنان يعني شوي يعني صرت مثلاً يعني كل زيارة كلها بابا على الصور في الدار يعني بابا حبيبك جاب لك هاي جاب شغلة يعني شوي شوي يعني صرت تتقبله كيف بيتلقى الأسير هذا التعامل من الأطفال أو عدم التقبل من أبنائهم صعبة عليه صعبة على الأسير يعني من زيارة لزيارة لما رحت أزوره أقول يعني يصير كل يعني الله أعلم في حالتي يعني يعني كنت يعني بابا تيجي زيارة ثانية ولن يعني ما صدك يجوا علي عشان أشوفهم مرة ثانية يعني يقبلوني أحضنهم نعم طيب يعني التجارب اللي بعيشها الأسير ممكن يكون من أصعبها تجربة الفقد وزوجك عاشها فقد مين هو داخل السجن في الاعتقال الأول في التسعة وثمانين اعتقلوه للألفين وخمسة فقد والدته في السجن الثاني في الالفين وخمستاش فقد والده يعني لما نروحنا للقناة الخبر إنه والده توفى حالته كانت يعني صعبة نعم تعب يعني وإشيه هي بالطبع يعني من أصعب التجارب اللي ممكن يمر فيها أي أسير طيب إحنا يعني منحكي عن غياب الوالد من العائلة غياب أحد أعمدة الأسرة أكيد كل الأوقات بتفتقد العائلة لغياب هذا الشخص ولكن فيه أوقات أكثر من غيرها بتفتقدوا إمتى أكثر وقت بتفتقدوا لوجود السيد عائد إحنا افتقدنا أول شيء الله يحماي ربي وإن شاء الله ربنا فرجع عليه افتقدنا يعني لما كانوا يروحا الروضات لولاد أول يعني سلمان أول واحد يعني بدوا يروحا الروضة حلوي يعني لو أنه كان معنا وإن شاء الله ربنا بفرجها لو أنه يعني هو وصلوا على السيئة الباز يعني وحتى لما نزل على الصف الأول يعني حب أنه أبوه كان معه وتمنينا يعني من الله أنه لو أنه أبوه معاه وهو نزل على الصف الأول وفترة رمضان يعني يعني إحنا بشهر صيام الحمد لله وإشي يعني على السفرة ممدلة إله إله يعني فقد فقد كبير يعني طيب نتوجه لسلمان شوي أهلا وسهلا فيك سلمان كيف علاقتك بأبوك أول إشي حكي لي أنتوا أصحاب نعم شو بتعرف عن والدك أو شو بتتذكر شو حكو لك عن اعتقاله يومي تأجو الجيش صار يطبلو على أول إشي بكل ساكنينة بالداري بالعبة كم صار يطبلو على الباب كم ردوا أجو عنا حكوين لالهم كم ردوا أجو عنا صار يطبلو كم بابا فتحو كم بكبوتوا بالغرفة الدوان كم أجو صار يلبس فيه ومجهة الأسير خاصة لما يوعوا هو مش موجود في البيت يعني مثل أنا يعني بحب أنه يظلهم حاسين أنه أبوهم موجود معنا يعني مثلا أي شغلة بدهم إياها وهاي مثلا من تتصرع أبوكم لو ما في كان اتصال يعني وإشي يعني بدأ أحكي لأبوكم حسسيهم بمراقبته يعني يعني بحب أنه خلص أنه موجود بناتنا يعني الحمد لله يعني صور موجودة في الدار يعني وأيام زيارات ومثلا أجيب لهم شغلة يقول لهم بابا اللي أجاب لكم إياها لما روحت عندهم على الزيارة هو بابا حكيه لأجب لكم إياها الشغلة كيف علاقتهم بوالدهم هلأ بعد ما ويعيوا شوي؟ الحمد لله ما شاء الله يعني علاقة ما شاء الله يعني لما يروحوا يزوروا إشي بيستو يعني لما يفوتوا عندهم ما بسدقوا أي يوم الزيارة حتى يعني بتكاتل وأنه بدوا يروح يعني مثلا بكيتش أقدر أخذهم الثلاث معاي وكانوا صغار ويعني وبساعدهم إشي بتعرف الصغار أخذهم معاي ينبسطوا يعني ما يسدقوا يفوتوا عند أبوهم طيب نحكي مع أفنان كيفك يا أفنان خجلت طب جنان شو رأيك تحكي إشي لبابا لو كان هلأ بابا بسمعك شو بتحكيله بحبه وهو كمان كتير بحبك وإن شاء الله بروح قريبا وبتجتمع فيه طيب أنا كمان بدي أنتقل للسيدة ابتسام وهي أحد أفراد الأسرة الأساسيين حضرتك الكني الأولى لها العيلة زوجة شقيقه للسيد عايد شو بتعرفينا عنه أكتر لو بديك تحكيلنا شوي عن شخصيته بحكم العشرة بحكم وجودك هون داخل البيت من زمان أنا بدي أحكيد السلام عليكم الله إن شاء الله ينشل كل المساجين وروحهم لأهلهم يا رب على العيد يبكو نعيد إحنا وياهم وجميع الأسرة يا رب على خير وهذا تفعل يا رب بس بالنسبة للعيد هو يعني إبنه لأخو يعني أبو أخوه التبير بكاش نعمل له بحده يعني حطم مشتير من معنوياتنا ما أخذو يعني بعده ولد إنا مش بس أخو أخو والله يا سلف والله يعني أولادي كلياتهم الحمد لله يعني خلص بيعرفوا عمهم كمتهم يعني هو الأساس تبعهم يعني ما أبعد عنه ونسيناه ولا سمح الله والله يا سلف وأنا نسيتك وإبن الأولادي ما بيعنيهم بيك لا أولادي يعني بيبدو عمهم بيروح والواحد يعني خاص كيف بتبنوا هاي الصورة عند أبناء العائلة عن عمهم وقريبهم اللي موجود في سجون الاحتلال لفترات طويلة يمكن أصلا يعني يدو بتعرفوا عليه خاصة إذا كانوا في عمر صغير يعني أولادي غالبيتهم أجبوا وعمهم مش هنا بس الحمد لله خلص أنا وأبوهم عمكم حبيبكم إن شاء الله يدعوا لعمكم بس صلوا يدعوا لعمكم موعد تنسوه خلص بحتي يعني إن شاء الله ما يبكيحتي معنا الولاد يعني ينبسطوا بنات يعني بعدينو وش بس عم أبو أخو سند كله غير يعني الحمد لله إحنا ويا علاقتنا الحمد لله الله ينشلوا إن شاء الله يربي هو جميع الأسرة والله ومضينا معاهم يعني عشنا وبكت حياة عمتي ظل اللي التبير يعني الأساس هي زرعت بينا خلص عمكم وأخوكم ظل يعني خلص لليت ما بدها الزور يعني بحياة يعني بوجود مرته بوجود أمه صغير وكبير مننا مينة مش خلص نظرنا مبسطين إنو يعني إحنا رايحين نشوفه والحمد لله رب العالمين يعني إن شاء الله الله إن شاء الله ربنا بجمع الشمل عن قريب يا رب وبتفرحي بوجوده وإنت أختهم الكبيرة ما شاء الله يعني عنك الله يسعدك يا رب طيب أعود إليك مرة أخرى سيدة مي يعني رغم سنوات الاعتقال الطويلة وإعادة اعتقاله مرة أخرى وإعادة الحكم المؤبد لكن بنلقى إنو زوجات الأسرة بينتظروا أزواجهم بفارغ الصبر بكون حتى الحكم عالي ولكن هي بتنتظر على أساس إنو مروح من السجن كيف أنت بتعيشي هاي التجربة وشو فكرك للمستقبل يعني عايشين على الأمال خلينا نحكي هل هو اليقين بالله اللي بيخفف هل هو حتمية الخروج من السجن كيف بتفكروا بهالأمر الحمد لله هو الأمل بربنا كبير يعني أملنا يعني بربنا رب العالمين زي ما إنو طلع في السجن الأولى مشيئة الله يعني مكي يعني مؤبد يعني ما كان فيه يعني أمل إلا بربنا والصفقة ثانية والحمد لله وإن شاء الله ربنا بفرجه عنه ومصفقة ثانية كيف معنوياته هو الحمد لله رب العالمين دايما نأمل فينا ويقول الحمد لله وإن شاء الله يعني فيه أشياء بتصير معاه ومشاء الله عليه جبل الحمد لله الأسرة هم عادة بيمدوا أهليهم بهالمناع النفسي رغم ظروف السجن القاسية اللي بيعيشوها طيب أخيرا لو كان بيحضرنا السيد عيد الآن شو بتحب توجهه له كلمة ربنا يفرج عليه هو جميع الأسرة يا رب ويكون بيناتنا والحمد لله إن شاء الله في هاي الأيام إن شاء الله أنه بتكون صفقة قريبة يا رب ويفرجها على يا رب إن شاء الله الله كريم تحبوا تحكوا إشي؟ سلموا على بابا تحكي لبابا إشي تسلمي عليه؟ تشطرات خجلوا خجلوا طيب سلمان حابب تحكي لنا أي شيء لبابا نعم شو بدك تحكي له؟ لو هلا هو يسامة إن شاء الله بتروح بتروح لنا ياك سالم وغانم ويابوع على جميع الأسرة إن شاء الله العيد الجاي تكون معنا إن شاء الله يا رب قريبا تب سلمان أنا بدي أسألك سؤال لما تأخذ علامتك المدرسة شو بتكون ردة فعل بابا عليها؟ يعني مثلا بيعصب على هاي الأمور ولا بيسأل باستمرار ولا كيف؟ بيسأل باستمرار يعني بيسأل وبنبسط بيسألوا كل شو جيبت المعدل بكلويا وإن شاء الله برفع راسو وإن شاء الله نجيب الإشي اللي بدويا إن شاء الله يا رب بتكون عند حسن ظنه دائما وإن شاء الله مراحل حياتك القادمة كلها بتكون بوجوده يا رب أخيرا سيدة ابتسام إذا حب توجهي أي كلمة للسيد عايد إذا كان بيسمعك أنا بدعي له كل صلاة وكل وقت وكل ساعة إنه الله يجمع شي منه كريب ونرجع مثل ما بكينا وزياده شوي يا رب يا الله الله ينشلوه جميع الأسر إن شاء الله يروحهم لأخوتهم لأخواتهم لأمياتهم لأهلهم لأولادهم ويفتحوا دورهم يا رب ونلتمشي منه زيكا بالوزياد شوي إن شاء الله يا رب شكرا جزيلا على وجودكم معنا يعني هذه النافذة كانت مع أسرة أحد جنرالات الصبر الفلسطينيين هم من طليق بهم الألقاب حقيقة وهم من يعطون الرتب العسكرية والنضالية أيضا ويستحقونها بجدارة يعني الأسير عايد خليل هو واحد من آلاف الأسرة الفلسطينيين الذين يقبعونها حاليا داخل معتقلات الاحتلال ولكنهم بالطبع يتسلحون بالإرادة القوية وبالأمل بحتمية الحرية فعسى أن تكون قريبة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من منزل عائلة الأسير عايد محمود خليل من بلدة قفين قضاء مدينة تول كرم شكرا لكم على طيب المتابعة شكرا لكم على المتابعة